تستمر تداعيات أزمة البحر الأحمر في التصاعد مع استمرار الحوثيين في تنفيذ هجماتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل وفي سياق ردها على هجمات الحوثيين وتدمير قدراتهم العسكرية شن الطيران الأمريكي والبريطاني ثلاث غارات على مطار الحديدة بحسب وسائل إعلامية تابعة لصنعاء وفي جديد الهجمات البحرية أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية أن الحوثيين استهدفوا السفينة تشيوس ليون الروسية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وكانت تحمل نفطا روسيا متجهة إلى الصين وتسبب الهجوم في حدوث تسرب نفطي قد يهدد الحياة البحرية في البحر الأحمر مرصد الصراع والبيئة رصد بقعة نفطية في البحر الأحمر عقب الهجوم على السفينة مشيرا إلى أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الأوروبية أظهرت البقعة في موقع الهجوم وفي تداعيات التسرب النفطي في البحر الأحمر حذرت الحكومة المعترف بها دوليا من الكارثة البيئية المحتملة التي قد تهدد المخزون السماكية لليمنيين بسبب التلوث البحري على طول السواحل اليمنية وتستمر التداعيات على قطاع الشحن الدولي حيث قالت شركة ميرسكا الدينمركية للنقل البحري أن تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن تمتد إلى ما هو أبعد من الطرق الرئيسية المتضررة ما يتسبب بازدحام الطرق البديلة ومراكز الشحن الأساسية للتجارة في شرق وغرب آسيا وأوروبا وأضافت الشركة أن تداعيات أزمة البحر الأحمر ستستمر في التفاقم في مختلف أنحاء العالم ما يخلق تحديات لسلاسل التوريد خلال الأشهر القادمة في المقابل يشهد ميناء إيلات في إسرائيل إغلاقا شبه كامل منذ بدء الحوثيين باستهداف السفن في نوفمبر من العام الماضي ما دفع إدارة الميناء للتلويح بتسريح نصف العمال إن لم تتلقى مساعدة مالية من الحكومة ويبدو أن أزمة البحر الأحمر تستمر في التصاعد طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة